السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في هذا الشرح سأشرح عن طريقة تحويل هاتفك المحمول إلى موزع للواي فاي في جميع أرجاء البيت كيف؟ يعني هذه الطريقة آلة فقط يعني على 3G يعني لازا يكون معك رصيد أو انترنت مجاني أو انترنت أنت نفعله يعني نفترض أنه كان آخر يوم للانترنت اللي أنت نفعله وتريد الاستفادة من فيمكنك عن طريق هذا البرنامج فوكس اف اي سوف تجد رابط التحميل أسفل الفيديو يوجد العديد من النسخ فوكس اف اي كي فوكس اف اي وهذا تابع للفوكس سوف تجد جميع البرامج اللي ذكرتها قبل قليل أنا آآ أسفل الفيديو عن سوق بلاي يعني رابط من سوق بلاي اوكي اول ما تفتح البرنامج ستجد هنا نتورك نيم يضع اسم الشبكة اوكي لقد وضعنا اسم الشبكة باس اللي باس وكلمة الساب اي شيء كلمة تصير اي شيء يعني مو ضرورة تكون كلمة تصير صعبة اوكي بعدين تضغط على واي فاي هوت سبوت كي سيظهر هنا نو انترنت شغل الواي فاي بعدين تضغط على واي فاي هوت سبوت اوكي سوف تلاحظ ظهور اسم الشبكة على اي حاتف محمول او تابلت او حاسب محمول الى اخره سوف تلاحظ وجود اسم الشبكة ولكن ام تدفع الشبكة وتحط الشبكة سوف يظهر علامة تعجب يعني نمو شغال حتى تضغط على الزر وتحط وضع شبكة البيانات او يعني تفعل حتى يشتغل كما سوف ترى بعد قليل تابع معي اوكي كما ترى هنا الانترنت متوقف كليا يعني لا يوجد انترنت اوكي كما ترى هنا شبكة باسل وبس لانه جوال قريب من اللابتوب سهلا ازا حطيته بغرفة ثانية راح يجي ضعيف شوي نضغط الاتصال ونكتب الرمز اوكي سوف تلاحظ في الجوال انه دخل معك واحد بالشبكة نستنى شوي اوكي ما علينا سوف تلاحظ هنا ظهور علامة تعجب ايه لا يوجد الانترنت حتى تشغل 3G سوف تتغير هذه العلامة انا راح تشغل 3G كما ترى وصول الى الانترنت ويمكنني استعمال الانترنت من هاتفي المحمول كما اريد انا تويتر راح يشتغل هلشي راح يشتغل معك اتمنى اذا شرح اليوم نعل اعجابك ان تضغط الى لايك واشتراك ليأتيك كل جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتغل 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 اشتغل